وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن مباحثاته مع نظيره اليوناني تناولت استعراض مجمل الأوضاع على الساحة الدولية والإقليمية كما تطرقت المباحثات للوضع الاقتصادي الدولي الصعب خاصة على صعيد ملفي أمن الغذاء والطاقة تطرقت مشاوراتنا اليوم العدد من القضايا الدولية والإقليمية حيث استعراضنا مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وخيفية مواجهة التحديات النتيجة عن الوضع الاقتصادي الدولي الصعب خاصة على صعيد أمن الغذاء وأمن الطاقة ودكتنا على الحاجة الماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتقديم الدعم للدول الأخثر تدررا من الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية بحيث تستطيع تجاوز أثيرها وتحقيق أهدافها التنموية